ايوينكم شكاولكم في كعبات من يغديس نوازاتي بيستاش اللي راهم مايقولش مختمين في الدار باش يكونوا بحشوات مختلفة واشكال متنوعة 100% بيستاش بيستاش فرامبواز بخاليني 100% نوازات باش نعطيكم برشة اسرار يمكن اول مرة باش تسمعوهم باش نقولكم زيدة على بلوزيار تكنيك والاهم من هيدا الكل باش نشوفوا كيفية الحلومتاعنا يصبر بالشهر والشهرين ويقعدك خوكون ومي عسل الجملة وتوا يلا تبعوني اول حاجة باش نحذرها هي ليكوك وقبل ما نبديو الفاكية متعنا لازم تكون رطبة بالباهي كينكم باش تشريوها ولا ترحيوها في الدار نصفيوها بالباهي وهذا اللي قعد في الصفية نستعملوه في وصفات اخرى ونستعملو كين الارطب كي ما تشوفوا توا يزم يكون ارتب كالفارينة باش الكابتشي سمحة ومشو منقبة واول نوع باش نبدأ بيه هو الفستق كل ميتين جرام فستق مرحي نستحقو مية وعشرين جرام شوك خوك خوكون تلقاو هي تبع في محلات بيه على واسم الحلويات ومن نجموش نعوضوه بحتى نوع اخر متع السكر وتوا هيا نبديو نفرغ ميةين جرام فستق نزيدهم مية وعبعين جرام شوك خوكون ونخلط بمغار فالوح لان الصحفة صغيرة على هذك بدلت توا جبت المول اللي بيش نخدم بيه المول هذا على شكل صحفة يستحق مية وستين جرام بين فاكيا وسكر والكمية اللي عنتي اكثر على هذك الباقي بيش نحطو في ديم والاخرين هاوكا انتو ما كان عندكم مول واحد بركة بيش تعرفوا قدش تعملو كونتي تي وبيش نبدأ نعبي المول متاعي نحاولو نحط الخليط وننزل بالباقي ما نخليش هوي على خطر الحجم متاعو بيش يتقلص برشا في الفور وبعد نزيد نكووم كل الكعبة وهاكا يكون اول شكل حضر وتوا كما تشوفو اللي قعد لي حتيتو في المول اللي تشوفو فيه توا وندخلهم بالفور بخيشو فيه على 180 درجة اكيد برشا الفور متاعنا لازم يكون سخون بالباهي بيش تنشحلكم الوصفة المرة الاولى يقعدو اربع دقايق بالضبط ونخرجوهم لازم ياخذو شوك تغميك وننزلو عليهم فيسع ونحاولو نشكلو الكعبات بعد نعاودو ندخلو للفور مرة اخرى اربع دقايق بالحساب ونخرجوه ونعاودو ننزلو عالكعبات نعرف برشا فيكم بيش يستغربو على طريقة الكويسان في العادة مستنسان طيب المينياغديس متاعي على 140 درجة يجيبه وكخقون اما لحقيقة ما يصبرش اكثر من 3 جمعات على هذاك لازم تطيبو كما قلت لكم الطريقة هذي احترافية ودخلي الكعبات يصبرو اكثر وقت ممكن قتل عليها حبا يبتي معروفة برشا بخدمتها في المينياغديس بعد ما يتيبو نخليوهم يبردو باش الشكل ما يتبدلش وقت الدمولاش وكي ما تشوفو الكعبات جي فيها لقا ومجيش منقبة نتعدى وتولى المينياغديس الوازيت على 100 جرام بوفريوة نستحقو 140 جرام شكخو فلغونتا مش نفس الكمية الي استعملناها في الفستق على خاطر البوفريوة معروف الي هي تزيت نخلطهم ونحطهم في المول وطيبتهم بنفس الطريقة لانا ليكوكو نوازيت متاعي سيت عليهم في الفور ميبا دقيقة شوفو كيفي جيلونهم غامق عو كاردو بالكم واللي قعد لي كملتا يبتو في المول كغي الي علي مين كعبات البستاش واللي علي صار انوازيت جيوا كيف ما نحب فيهم لقا ولونهم مش غامق والطرف اللي قعدتلي من وازيت حتيتا في المول الصغير هذا نتعدى وتوا للمرحلة اللي بعد هي النطب اللي كوكو متاعنا من الزيت ونحقوهم في الصفية ب100 جرام فصدق و100 جرام بوفريوة جيتني الكمية الي تشوفو فيها توا ونتعدى وتوا نخدمو الي من يغديس بستاش الي علي مين بيش يكونوا بستاش فخونبواز واللي علي صار بيش يكونوا 100% بستاش علي هذكا نستحق كيف كيف تلقاوها يتباع في محلات باي على وازم الحلويات كمية من الفصدق قصيتها بالسكينة كان الكعبة صغيرة نقصها على اثنين وكان كبيرة نقصها على ثلاثة حتى نتحصل على الشكل هيدا شوية من الفخونبواز سيشي قصيتوا دي كوب صغار بيش نستحق لهم للزينة وبيش اللصق الفاكية بيش نستعمل الكول اليمونتغ الي عبارة على جليكوز وماء تقريبا على زوز مغرف مكوومين جليكوز نستحق مغرفة ماء ولا اقل يكونوا سخون ونحطوا مع الجاز ونحرك لين الجليكوز يتحل مع الماء ما غير ما يتيب ولا حتى يغلي ديريك نصبو في حكا يصبر معاكم مدة طويلة هو الي بيش نستحقولو في تلصق الفاكية بيش نستحقو زيدا لعجينة الفصدق الي تتكون من فصدق وسيغو سبيسيال اسبقوا حذرناها مبعضنا طوي يطلع لكم الفيديو طويلة من فوق ونزيد نحطه لكم في صنطق الوصف طويلة نبدأ نحط الفخون بواز متاعي في الي كوك نحاول نوضعو بالتسوي ما نحطش كمية كبيرة يكفي للنص وبيش نشكل كعبورات من عجينة الفصدق ونحطها فوق لكخوكون فخون بواز كي ما تشوفوا طويلة نحاول نستويها وما نخليش لكخوكون يظهر على جنب والكوك اللي علي صار بيش نستحقو كان عجينة الفصدق كحشوة وبالنسبة للشكل المربع حشوة الفصدق بيش تكون في القاع على هذك ماذا بينا كنحطو العجينة ديريكت نحطوها في البليساج بيش ما تلسقش في البلونتو تخافات ونتعديو للزينة حتيت شوية ما لجليكوز والمي وزي أنت بالليباغل دور الكل لنا يخلي الليباغل متاعنا يلسقو وما يتيحوش وبطول المدة يشيح لجليكوز وما يعسلش وتقعد الزينة في بلاستها زينت بالفايدوغ وهكا تكون حذرت نتعدى ونزينو المينيار 10% بيستاش خذيت كمية من الفصدق وزيتها شوية من الجليكوز والمي ما نكثروش ونحطوه نفوق لكوك وكان حسينيهم مش مستويين نستويوهم وباش نزين بشوية شوش ورد جوش باش نكسر اللو اخر حاجة نحط شوية من الفايدوغ وبالنسبة للمينيار 10 فرمبوز بيستاش مقصوص وزيتهم الكل أليمونتير كيف يشتخدموا كمية كبيرة الطريقة هذي أسرع تحاولوا تعاصلوا الكمية لكل ونبدأ ونشكلوا الكعبات ونزينوهم بالفايدوغ نحاولوا نحط على الفرمبوز أكي كي يطلعوا أحلى ندعى الداوتا ونحضروا البوكيت دو فلوغ نشكلوا كعبورات ونحطوهم لازم يكونوا من الفوق بومبي باش نعطيكم فكرة تنجموا تزينو بالدشين بتاع الفصدق اللي حكينا عليه في أول الفيديو أما أنا نخير الطريقة الثانية أحلى اللي هي اللي باغل المزيانين هذوما نعسل الكعبات بالخليط بتاع الجليكوز والماء نغطسوهم في اللي باغل بالباهي بش يلسقو من بعد ناخو كل كعبتين لسقهم في بعضهم كيف كيف بستعمال الكور ويعطينا المنظر المزيان اللي تشوفوا فيه تاوا لحقيقة باللي باغل تحزوا في غيموء بوكيت أحلى من الفصدق نزيدوهم لمسة بالخيط الذهبي وهكا تكون النتيجة أياش قولكم في البوكيت متاعي مزيان ولا لي ونتعدى تاوا للمني غديز البفريوة اللي في بعض الدول العربية يقولوا لها البندق في المرحلة هذي بش نستحقوا للبخاليني رسيت البخاليني مش نفسها اللي نستعملوها في اللي قاتو القاعدة تقول قد الفاكية قد السكر كيف بش نعملها كاكا بش تجي كعبة الحلوية صر حلوة لكلها سكر من نساوش اللي ليكوك حلوين وزيت الزينة بش تتعاصل باللي كليكوس على هذيك بش نشارك معاكم رسيت البخاليني سبيسيال من يغديز على مياتين جرام فاكية نستحقوا عشرين جرام سكر نطيبوها عالقاز لينيوالي كغامالة ساك ونحطوها عالبابي كويسون يبرد ونحطوها عالبابي كويسون يبرد انا اللي نستعملت ميتين جرام بفريوة عليهم أربعين جرام سكر الكمية هذي كبيرة على خاطر حشتي بيها بش نزيد نعمل كعبات من يغديز اخرين انتوما خبسين جرام بفريوة تكفي بالوافي ونرح يقوم في الروبو ليني تحصل على القوام اللي تشوفو فيه توا وتوا حضرت ليكو كنوازيت متاعي اللي شكلهم اوفار هذو ما اللي قدتلكم سيت عليهم في الفور وحمرو شوية بش نزيينهم بالعكس توا فرقت البخاليني متاعي في بوشا كيكا بش نسهل على روحي الخدمة وبش نبدن بوشي كعباتي نحاول نوزع البخاليني متاعي بالتساوي من بعض بش ناخذ نوازيت كونكا سيخدمتها وحتي في الدار تكون خشينة شوية كيما تشوفو فيها توا نعسلها بخليط الجليكوز والماء ونوزحهم في الكعبات نحاولو نوصعو بالنا وبش نكسر اللون زي انت بالورد المجفف البنفسجي ياسري جي حلو مع البوفريوة لمسة اختيارية زي انت بالخيط الذهبي وزيتهم شوية في دوغ وهذه هي النتيجة الشكل المربع كيف كيف زينته باستعمال عجينة البوفريوة اسبيسيال هو والبوكي البوكي كيما قدتلكم لازم يكون بومبين ملفوق ونمشي ونزينوهم نعسلوهم ملفوق وزينت باللي باغل وشوية فلوغسيشي حاولت النوع في الزينة واتفننت فيهم فكرة اخرى زيدة كانت تحبو نعسلهم ملفوق ونرشق لبيبيت دو شوكولات نستحق سبع كعبات وفي الوسط كعبة باغل حتى نتحصل على شكل الوردة بالنسبة للبوكي نعسلوهم ملفوق ونلفو في اللي باغل شوية بعد لصق كل كعبتين مع بعضهم اخر حاجة نحط الخيط سي رسيتنا لليوم كملت نعرف طولت عليكم سمحوني اما رسيت فيها بلوزيغ ديتا لحقيقة جاوية عشقو بالبنة والصخامة بالنسبة للفكية الكلوكوز ما عادش معسل ويتلصق وإنما يشيح والفكية زيدة شدة روحة بالباهي وحليت معاكم كعبة بيش تتأكدوا متكرميشة والهيشة دروحة بالباهي وطوى نستنى تشجيعاتكم وجامعتكم قولوا لي في كومنتيق شنوارايكم في فيديو اليوم وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله نطلقاوا في بنا جديدة وطوى ما تنسوا مش بيش تابعوني على بقية مواقع تواصل اجتماعي وحبيتن قول لكم راني عملتكن تيك توك جديد أفرحولي بي موسيقى موسيقى موسيقى